يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية يعني الواحد بيسخم من دلوقتي 24 ساعة بتفصلنا عن بداية المشوار عن حلم الحقيقة استغرق النادي الأهلي في تحقيقه 7 سنين حقيقة من آخر مشاركة في بطولة كاس علم الأندية مشوار الأهلي يبتدي مع مطش الدحيل اللي بيتهياء لقدرنا ندي حضراتكم فكرة عن فرقته بشكل كبير النهاردة هنقرب أكتر وهنركز أكتر على تفاصيل الدحيل تشكيله متوقعة خطة اللعبة يلعب بيها مواطن الخطورة اللي لابد من إيقافها عشان نتفادى سيناريوهات ما نتمناش نشوفها واثقين في رجالتنا عارفين تشكيلنا عارفين مواطن القوة عندنا وإن شاء الله بإذن الله ما يكونش في مواطن ضعف وزي ما قلت لحضراتكم في البداية لو حضرت روح الأهلي بكرة روح الفنينة الحمراء أنا بتهيألي إن شاء الله المكسب مضمون رسائل تشجيع الحقيقة أنهالت يعني بداية الحلقة كل جماهير النادي الأهلي بتبعت رسائل دعم وتشجيع للعابتها كنت أتمنى طبعا أن المدرجات بكرة تكون مليانة ولكن كلنا ثقة في العدد اللي هيمس الجماهير النادي الأهلي في ملعب المباراة وأعتقد إن شاء الله بإذن الله أنهم هيكونوا قد المسؤولية هنتكلم عن الدحيل أكتر مع النقد الرياضي عمر البنوبي ضفنا فيه السادسة مساء الخير يا أستاذ عمر مساء الخير أنا بس قبل ما أدخل في الدحيل وقبل ما أتكلم في الكرة يهمني أعرف منك النهاردة كان فيه الاجتماع الفني اللي تم العلام فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بالمباراة الأهلي طبعا بكرة مش هيلبس زي المعتاد لبقى الأهلي هيلبس الأويكت أو اللبس الاحتياطي التيشرت الرمادي والشورت الأسود وتم الإتفاق أو تم إعلان أنه إسكوبار هيكون حكم المباراة وبيساعده طاقم تحكيمي ممكن تقولت لي ملتي ناشنل يعني أكتر من جنسية ممكن تكلمنا شوية عن الحكم عن شخصيته عن أداءه وتعرف إيه عن حتى الحكام المساعدين هم يعني ماريو إسكوبار من الحكام الدوليين من فترة طويلة يعني ده داخل تقريبا تسع سنين أو ثمان سنين حكم دولي حكم مباراة كبيرة حكم نهائيات حكم نايكون كاكاف حكم كان أعتقد مكسيك وأرجنتين وحكم كمان النهائي اللي كان فيه تصعد من خلاله تاجرس المكسيكي اللي بطولة كاسراء من الأندية أعتقد كمان أنه هو ممكن يكون سريع الإشهر الكروت شوية عصبي ولا هادي في الملعب هو عنده هدوء لكن بحزم شديد يعني من الحكام اللي بيسيطروا على مجريات اللعب لأنه برضو هو خارج من منطقة الكرة فيها عنيفة جدا يعني الكرة هناك في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الشمالية والجزء بتاع المكسيك ده ضرب يعتمد بالزبط على القوى البدنية وعلى الاتحامات العنيفة شوية أكتر بكتير من الأجواء اللي احنا بنقاشها في أفراقيا أو حتى في أوروبا ممكن الوضع بيبقى مختلف شوية فهو من الحكام اللي عندها حزم وبيقدر أنه سيطر على المباراة ممكن التشكيلة بتاعت الحكام هي الطقم كله بقى الحكم الفار من كندا فيشير بردو المساعد بتاعه كيفين بلوم من هولندا وبالمناسبة كيفين بلوم حكم ماتش أهلي وزمالك هنا يعني كان مباراة من أصعب المباريات اللي تلعبت أهلي وزمالك في آخر مثلا عشر سنين مباراة دي كان الأهلي خلاص بيقرب فيها من حسم الدوري في ألفين وحداشر وماتش خلص اتنين اتنين على ما افتكر كان جده ودومينيك دا سيلفا وكان مانويل جوزي كانت آخر ولاية لهم مع النادي الأهلي في المباراة دي وكان حسان حسن بيدرب الزمالك في الوقت ده كابتن حسان حسان فكيفين بلوم يعرف نادي الأهلي كويس حكم للنادي الأهلي وفي نفس الوقت هو المساعد حكم الفيديو مساعد حكم الفيديو حكم الفيديو اللي هو داريو فيشر من كندا يعني أعتقد أنه طاقم الحكام ممكن أول مرة كلهم يحكموا مع بعض هي في البطولة دي بالمناسبة فيه ثلاث حكام سيدات برضو موجودين في الأطقام الفيفا بيدحك في الماتشاط الفترة الأخيرة في كل العالم يعني حتى هنا احنا شفنا كمان السنة اللي فايتت ماتشاط كاس مصر كان فيها هنا في مصر الحكام السيدات وأثبتوا كفاءة يعني إلى حد ما مقارنتا بالتجربة وبأنه هي أول تجربة لهم في إدارة مباراة طوب ليفل حتى لو كان كاس مصر لكن على مستوى العالم لا فيه كمان ثلاث حكام سيدات هيكونوا في مطولة كاس العالم للأندية نتوقع أنه ممكن في أي وقت يكونوا موجودين في أطقام مباراة النادي الأهلي كمان أعرف جزء من اهتمامي الكبير بمتابعة البطولة دي النهاردة بالمناسبة كنت بقى أرى على موقع الفيفا مقالة أو يعني جزء خاص باهتمام الفيفا بتطوير تقنية الفار أنا هتابع البطولة دي عشان أشوف التطبيق بتاعتها لأن تعرف أن الفار عندنا في مصر يعني كان سبب في مشاكل كثيرة جدا وأزمات كثيرة في الموسم ده أنا مستاني أشوف الفار وإزاي هيشتغل وإزاي هيخدم المنظومة التحكمية في بطولة كبيرة بيشارك فيها أبطال العالم ده واحد من الدروس المنتظرة يعني فرق الوقت اللي الحكام بياخدوا فيه القرار لما بيرجعوا للفار أنا آسف عمر بس لازم أقول مش هدينها طبعا فرقة دماءة ده أفشة الفرقة بتتحرك دلوقتي رايحة للملعب التدريب عشان يكون التمرين الأخير بقى إن شاء الله بإذن الله استعدادا لو مطش بكرة المهم والمنتظر الأهلي يدحيل في انطلاقة كاس علام أندي أعتقد أنه فرق التوقيت حتى ما بين لجوء الحكام في مباراة كاس العالم الأندية للفار واتخاذ القرار ثم هنا في مصر نقارن التوقيت ما بين اللعبة ما بتبتدي والحكم يرجعها ويرجع للفار أعتقد أن الفرق ده هيبقى دليل شوية على التقنية عندنا فين والتقنية الحقيقية أو تطبيقها بالشكل الطبيعي بتاعها موجود فين صحيح الموضوع يبقى مختلف تماما وكمان تأكيدا على كلامك كمان الدور اللي بيقوم بحكم الفار يعني حكم الفار ممكن يكون فعلي مش بالضرورة أنه يكون رد فعلي مش بالضرورة أنه حكم الساحة يتحرك أو يلجأ للفار عشان يتأكد من اللعبة بل بالعكس ممكن حكم الفار هو اللي يلفت نظر حكم الساحة أنه فيه لعبة محل شك أو فيه لعبة محتاجة مراجعة من حكم الساحة نحن نشوف أنه ده مختلف برضو من دوري للتاني لكن في النهاية وجود الفار هدفه إضفاء مزيد من العدالة على القرارات التحكمية في المال ففكرة أنه هل أنا حكم الفار هيبقى رد فعل أو هيبقى فعل المهم أنت كمنظومة تحكيم أصلا بتستخدم الفار ده في إيه ومش معقول أنا جايبه علشان يبقى كمالة عدد أو شكل منظر إن أنا عندي فار وخلاص زي ما زي ما إحنا شايفين عندنا كده إنه حتى اتحاد الكرة طلع آية يا جماعة ده التقنية بايزة وفيه حاجات نقصة وفيه معدات مش موجودة وإحنا هنعيد هنجيب شركة تانية أو هنكمل مع الشركة دي أعتقد عندنا المشهد مختلف شوية عن أي ما كان في الدوري أتمنى أنه إحنا نشوف حاجة نستفيد منها يعني فيما يتعلق بالفار أروح للمطش بقى أوراق الفرقتين مكشوفة يعني إحنا النهاردة نتكلم على من ناحية التشكيل أو من ناحية طريقة اللعب ولا ممكن يكون في حاجات كروت مستخبية أوراق ممكن تكون مفاجأة سواء من ناحية الدحيل أو من ناحية الأهلي أنا شايف أنه مش هيبة فيه مفاجأت بالعكس يعني فرقة الدحيل واضحة جدا للمتابع واللي شايفها وفرقة نادي الأهلي لعبة نهاية دولة أبطال أفريقيا يعني ممكن الدحيل يبقى غامض شوية بالنسبة لنادي الأهلي أنه ما شافوهش وبطولة أسيا ما شافوهش على مستوى حتى كاك توب ليفل مختلف لازم الناس تفرق ما بين أنه النادي الأهلي رايح هو بطل قارة أفريقيا راح لعب من أول يعني يلف القارة كلها تقريبا علشان يوصل لأنه يلعب في كاس العلم للأندية وما بين أنه فريق الدولة المستضيفة للبطولة بيمثل الدولة المستضيفة للبطولة فقط لكن بدون ما يكون هو بطل القارة اللي هو فيها زي ما بيحصل لما كانت البطولة في اليابان ولما كانت البطولة في المغرب وبالتالي أنا ما شفتش فرقة الدحيل وهي بتلعب طوب ليفل لأنه حتى هي ما تقدمتش قوي في بطول الدولة حرجت من دول المجموعات بالضبط من دول المجموعات في داوية على إيد التعاون وعلى إيد أعتقد فريق إيراني اللي وصل لنهائي مع أولسن بالضبط وفي نفس الوقت كمان المستويات مش عالي قاوي يعني برضو علشان الناس بلسانة هقول لك حاجة عمر أنا أكلمك بلسانة الجمهور يعني الجمهور عرف قلقا من إيه من الأسماء ومن المعدل إنفاق أنت بتتكلم على نادي تبقى إحصائيات الفيفا هو أكتر أندية أسيا وأسيا قارة كبيرة وقارة غنية يعني لو بصنا على أندية الصين أو أندية اليابان هنلاقي إنه معدلات الإنفاق هناك مش قليلة الدحيل بيعتبر أكتر أندية أسيا إنفاقا على الصفقات والتدائمات فيها عشرين عشرين دي نقطة إلى حد ما ونتعرف أدي إيه المادة مؤثرة صحيحا التجارب المحلية مثلا عندنا لو شفنا لا مش بالفلوس البطولات والانتصارات مش بالضرورة تكون عامل صفقات سوبر أو متكلف في رئيطة كتير قوي عشان تعمل إنجاز رياض دي ناحية ناحية تانية هي اللعيبة المحترفين لو بتكلم على لعيبة من نوعية إدميلسن أو إدواردو اتنين من اللعيبة إدميلسن طبعا بلجيكي من أصل برازيلي إدواردو برازيلي كما على أولانجا لعيبة تحس إنها تقيلة مدى نسجامهم؟ مدى تفاهمهم؟ هل بقي عناصر الفريق على نفس المستوى؟ لكن ده اللي ممكن شوية يكون عامل مصدر قلق بالنسبة لجمعين نديل هو طبيعي إنه يعني إعتاد الجمهور إنه لما بيبص لفرق الخليج عموما فهو عارف بطبيعة الحال إنه الإنفاق بيكون أعلى فبالتالي بيتم استقدام لعيبة من وخصوة من أمريكا الجنوبية بالمناسبة يعني هو دائما في الخليج بيلجأوا شوية لعيبة أمريكا الجنوبية يشوفوا سانتوس عندومين يشوفوا بالمراس عندومين جريميو بيشوفوا أنديت أمريكا الجنوبية برازيل أرجنتين أورجوي مثلاً أحياناً بيجيبوا منهم لعيبة وبيبتدوا يتعاقدوا مع اللعيب المنور في الدوري بتاعه ممكن يكون راح أوروبا وما نجحش عوي فبيبتدي جرب حظه وساعات بيلجاول أوروبا مباشرة وساعات بيلجاول أوروبا مباشرة يعني منزو كيتش كان بيلعب في الدحيل بس ما عايزين نسأل ليه منزو كيتش ماشي من الدحيل رغم أنه منزو كيتش بردو 34 سنة يعني ليه ماشي من الدحيل موضوع مش فلوس بس يعني منزو كيتش ونوعية اللعيبة زي منزو كيتش أنا تباعة الدوري هناك في مثلاً من نهاية التسعينات لدلوقتي أسماء عظيمة من نجوم أوروبا راحوا لعبوا هناك راول تشافي فرانك لوبوف من جيل فرنسا بتاع 98 بقى شوفنا باتستوتا لما كان في العربي وكان كابتن محمد بركات لعب في نفس الوقت هناك شوفنا أسماء كبيرة جداً لعبت هناك لكن الناتج في النهاية إيه؟ المنتج النهاي بتاع الدوري نفسه شكله إيه؟ ده نيبوشا يوفوفيتش بيدرب هناك يعني نيبوشا يوفوفيتش من أضعف المدربين اللي دخلوا تاريخ مصر نشتغلوا في الدوري المصري وما طولش مع نادي الزمالك في حاجة وحتى لما راح تونس ما قداش وتم اتقالته برضو سريعاً نجح في الدوري الأردني ما احترامي دوري الأردني طبعاً الكرة في الأردن بالمناسبة بتكتاب يجتهدوا جداً جداً وعندهم اتحاد كرة محترم جداً في الأردن لكن نيبوشا ممكن ينجح في الأردن لكن ما ينجحش في مصر مصطع المنافسة في مصر مصطع التكتيك في مصر على فكرة مع اختلاف شكل الملعب عندنا عامل إزاي؟ ممكن تكون بعض أرضيات الملعب مش بالشكل المطلوب لكن في النهاية انت عندك مدربين زي حسام حسن زي إيهب جلال زي يعني حتى المدربين المصريين الشباب علي ماهر علي ماهر مختار من الجيل مجموعة وكابتن سامير كامونة لما اشتغل فترة من الفترات أنا بكلمك برجه وعمد النحاس طبعاً عشان ما نساش بس محمد يوسف معظم كابتن محمد يوسف وكابتن محمد يوسف ولكاس على مقندية لكن أنا بكلمك حتى في الدور المصري المدربين عندنا عندهم أفكار المدربين عندنا ممكن يعملوا ماتش قوي على النادي الأهلي ممكن يعني شفنا فرق تكون يعني مش بتنافس على المركز التاني ولا التالت لكن أرهقت النادي الأهلي بدفاع محكم بالعيد بسريع مثلاً بحاجة هناك أنا شايف أنه الوضع مختلف أنا شفت نتائج برضو للدحيل السنة دي في الدوري يكسب تمانية واحد قدام الواكر ويكسب خمسة تلاتة مثلاً قدام الأهلي يعني منين تسجل خمسة وتستقبل تلاتة أهداف في ماتش واحد في ماتشات كتير استقبل فيه أهداف بالمناسبة مش كل الماتشات قدر أنه يطلع كليل شيت فبردو المستوى الفني في مجمل تجربة الدحيل واللي تبنت عن طريق برضو كذا مدرب يعني أنا اللي أقدر أقوله لك أنه حتى الآن شخصية سابتة للدحيل مش موجودة لأنه هو اشتغل بداية مع جمال بالماضي أبرز المدربين اللي اشتغلوا مع إيرك جارتس هو مدرب من المخضرمين جداً في أوروبا وعلى مستوى العالم في تدريب الأندية تحديداً كمان واشتغل مع كابتال نبيل معلول هو مدرب كبير جداً اشتغل مع ركراكي المغربي اشتغل بعد كده بالماضي مرتين مش مرة واحدة هو أكتر مدرب درب الدحيل بعد كده جيه سابري لموشي سابري لموشي بالمناسبة ومدرب بلا إنجازات برضو يعني وصابري لموشي مدرب جيد وقدر أنه هو ممكن أفضل فترات وأنا بشوفها فترة منتخب كوديفور أنه في كوديفور قدر أنه يوصل معه من هو يلعب في دور المجموعات في كاس العالم صحيح ماكسبش جرماتش واحد قدام اليابان لكن في النهاية هو برضو تقدر تقيس المدرب هنا أنه كوديفور من الدول اللي عندها لعيبة كورة مميزين كتير جدا جدا وإنت مدرب منتخب بتختار أنا بشوفه يعني عنده إمكانية يوصل لأبعد مدف في بطولة زي كاس العالم بالزبط فبالتالي أنت كمدرب قدامك تختار أفضل عناصر واتطبق فكرك الفني اللي أنا شوفت له خسر قدام اليونان وكان جيل اليونان ده اللي هو خلاص 2014 ده اليونان ما بقاش فيها جيل يقدر نقول مش جيل 2004 مش جيل 2008 خسر مبارتين وكسب اليابان في أمم أفروكيا خرج من كوارتر فاينل قدام نيجيريا فأعتقد أنه صابري لموشي هو مدرب جيد جدا في مستوى المنافسة هناك في الدوري المحلي هناك لكن على مستوى أنه أنا هلعب كاس العالم الأندية لابد أنه أنا برضه قدي نادي الأهلي قيمته أنه نادي الأهلي لما هيلعب نادي أهلي هو الند الأكبر والمنافس الأكبر في الليفل اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي طب زي بتكلم عن صابري لموشي نتكلم على مستر مسلماني اللي الأهلي ما عرفش معي أبدا مباردة في عي يعني ما أعتقدش أنه الأهلي مع تولي مستر مسلماني المسئولية كان بيلعب يعني حتى مطش الوداد اللي إحنا كنا شايلين همه من من أنت عارف أن مطش الوداد أخر علينا جدا فضلت شايل همه وانت مطش الأولاني بتاع المغرب ده وانت حسس أنه لو عدت من ده البطولة إن شاء الله تكون بتاعتك رغم كده روحنا هناك الراجل لعب مهاجم ولعب جيم مفتوح وقدم عرض قوي جدا فأنا مش فاكر أنه مستر مسلماني في أي لحظة من اللحظات أنه لجأ لأنه يبتدي متحفز مش هقول مباردة في عي هل تتوقع أنه يستمر على نفس الأسلوب في مطش زي ده وفي بطولة زي دي ولا هنشوف طريقة أو أسلوب جديد لمستر مسلماني هيلعب بطريقة هي مزيج من اللي عمله قدام نادي الزمالك في نهاية دورة بطال أفراقيا واللي عمله مع الوداد في المغرب مستر مسلماني في مبارات الوداد في المغرب هو ملعبش مدافع وملعبش مهاجم هو لعب على الضغط العالي أنه بيضغط من بدري ولذلك جون أفشا اللي جي في أول المباراة جيب الطريقة دي ضغط عالي كورة قدر يستخلصها أفشا قدر أنه يسجلها بهدوء وباقتدار كان رائع جدا فيه وبالتالي هنا مسك زمام المباراة وقدر يسيطر على لعب وقدر يفرض اسلوبه بأنه يخرج بالنتيجة اللي هو عايزه هو عاوز يكسب علشان يأمن نفسه قبل ما يرجع يلعب ماتش إياب في مصر النهاردة الوضع مختلف أنت تلعب ماتش نوكاوت تكسب تدخل المرحلة اللي بعدها وبالتالي هو هيلعب زي مباراة الزمالك بالزبط لأ مباراة واحدة فهو هيبدأ قافل وص الملعب ومأمن دفاعه كويس جدا لكن عنده الأجنحة بتاعته بتتحرك وعنده طريقة هجومية بيقدر من خلالها لما يكون الكورة معاه التحول من الدفاع للهجوم يقدر يحقق له اللي هو عايزه إنه يقدر يفض الاشتباك إيما كورة ثابتة ده أولا المباراة لما هتتصعب هيبقى حلولة كلها الكورة الثابتة والتسديد من بعيد وده اللي قدر يحسن به ماتش الزمالك في نهاية دوري أبطال أفريق لأنه كمان المباراة ما كانتش سهلة وإنت بتلعب قدام فريق برضو العناصر بتاعته كلها كانت جيدة يمكن المواجهة كمان مع الدحيل في كاس العلم للأندية أعتقد إنها هتاخد طابع مباراة يعني أقوى من دوري أبطال أفريق ياب كتير لأنه الكواليتي مختلف لكن في النهاية أنت تقدر تقدر تحقق الانتصار لو قدرت أن أنت تقفل على مفاتيح لعب فريق الدحيل طيب أنا عايزة أستعرض معاك أنت عارف طبعا جزء كبير من جماهين النادي الأهلي كنفسه يبقى موجود في مباراة النادي الأهلي في البطولة عشان كده إحنا أدنا لهم الفرصة أن هم يعبروا عن رأيهم أو عن دعمهم أو عن الرسالة اللي يحبوا يوجوها للعابة الفريق هنستعرض مع حضراتكم جزء منها ومع أستاذ عمر بنوبي طبعا في السادسة بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية ونرجع لحضراتكم أهلا وسهلا بمرة تانية ويافنا قبل الفاصل مع رسال حضراتكم على صفحتنا والرسالة اللي طبعا طلبنا أن حضراتكم تحبوا توجوها لنادي الأهلي تدعموا فرقاتنا إن شاء الله قبل موجهة الدحيل منهم حمد أبو الحسن هستعرض مع حضراتكم سريعا كده جزء من الرسالة ربنا معاكم يا رجالة بالتوفيق إن شاء الله ربنا ينصركم وتشرفونا وتشرفو مصر وإحنا وقفين واثقين فيكم وعملوا اللي عليكم وإحنا بندعاكم من كل قلبنا يلا يا أهلي عبير بتقول بتوفيق إن شاء الله ربنا ينصركم يا رجالة وتشرفونا وتشرفو مصر متعاودين منكم على المكسب وثقاتنا فيكم كبيرة تققى حمدي ربنا معاكم ويفقكم وإنصركم يا رب عملوا اللي عليكم وركزوا ربنا هينصركم بإذن الله كلنا من العيلكم يا رب النصر الأهلي ورب توفيق للعيبته أبو مروان مساء الخير عليكم رسالتي لعيب الأهلي ألعب بروح الفنين للحمر أثقاتنا فيكم كبيرة أعتدنا عليكم أبطال وربنا معاكم بالتوفيق يا رجالة كمان معنا السيد البنة كل الدعم للرجالة وإن شاء الله نتخطط حيل ونوصل لأدوار متقدمة نثق بكم جميعا نكونوا على قدر المسئولية معاك يا أهلي حمدي حسن حمدي إن شاء الله رجال أهلي قادرين على تخطط حيل القطري رسالتي هي 11 راجل في الملعب حمدي حسن ربنا معاكم يا أبطال وإن شاء الله تحاول حيل متفرح جمهور الأهلي في انتظار أبطال إفريقيا لتشرفنا وعبد الرحمن تطي كل الدعم ليكوا طبعا أنتوا رجالة وأد المسئولية وأكتر وبإذن الله ترجعوا بمركز ياليق بكل الأهلوية ودائما الأهلي فوق الجميع يوسف متولي ركزوا غالبا ركزوا عشان فيه 80 مليون مستنين الكاس وانتوا قدها كل الجمهور الأهلي معاه عشان ما فيش أحسن من نادي الأهلي نادي فوق الجميع ويا رب يا عالي أنصر الأهلي طبعا ده جزء من رسال كتيرة باش هقدر استعرض كل الرسال لكن هبتدي مع عمر برضو برسالته الرجالة الأهلي بكرة يعني بالتأكيد تحب توجه كلمة لعيبة النادي الأهلي قبل مطش الدحيل يا عمر أنا أتمنى أنه لعيبة النادي الأهلي كلهم يكونوا بشخصية النادي الأهلي على أرض الملعب إذا كان لعيبة النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي على أرض الملعب أعتقد أنهم يقدروا يفردوا كلمتهم ويقدروا أنهم يحققوا النتيجة الإيجابية المنتظرة منهم وأنهم كمان يكون سقف طموحاتهم كمان أعلى مننا في الفترة اللي جاية علشان نحقق حاجة تاريخية في البطولة دي أنا قلت مبارح أنه طموحنا في البطولة دي على مراحل يعني إذا تجوزنا تحيل يبقى من حقنا نحلم ببرونزية يعني على الأقل تقدير وإذا تجوزنا البايرن ليه لا؟ يعني ما يتواجش الأهلي بالبطولة يعني بتهالي أنه البايرن هو المرشح الأول للفوز بالبطولة وإن كانت مواجهة تكون يعني في منطقة صعوبة تتلعب يمكن أفضل فريق في العالم الموسم الحالي ولكن ساعتها برضو ممكن يكون طموح مشروعة وبتهالي زي ما قال الكهربا والشحات والشناوين نعرضة كانت اليوم تصريحات في الفيفا قالتها أنه المباراة بس أنك أنت توصل أنك أنت تلعب بايرن ميونيخ في بطولة زي دي ده في حد زيته حلم لأي لاعب يعني بصرف النظر عن التتويج وعن المركز اللي يحصل عليه نادي الأهلي أنك تلعب قدام البايرن في بطولة رسمية في مباراة رسمية ده حلم بيحلم 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 للعب تلاقي بالظبط أكيد ما فيش لعيب ما بيحلمش أنه يلعب في الطوب ليفل وأنه يواجه لعيبة زي لعيبة بايرني ميونيخ يواجه مدرب عامل معجزة زي هانز فليك يشوف نفسه مستوى واقف فيه قدام المستوى اللي زي ده وأعتقد أنه أنا شايف أنه الأهلي زي ما حضرتك قلت هيخذ الموضوع خطوة 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 الدحية لها البداية بعد كده يكون التفكير في الباير وكل مقام مقابل وبعد كده نشوف إليه يحصل صحيح بس إذا كان على قياس أنت عارف الأهلي يلعب كتير مع فرق عالمية يعني لعبنا مع الريال ولعبنا مع روما ولعبنا مع الباير نفسه وغيرهم وغيرهم لكن وبتبقى مباراة للعمر ومباراة للتاريخ بنسبة لعيبة الكورة لكن لما تقابله رسمي في بطولة زي كاس عالم غير برضو يعني حتة تانية خالص نتبقى أن نساء الله تتوفيق لرجالتنا بكر طب نروح للدحيل بقى وزي ما قلت كده هنتكلم مع عمر النهاردة في مواطن الخطورة هي نقاط القوة اللي لو تم إيقافها في فريق الدحيل نتطمن إلى حد كبير جدا أنه ما فيش حاجة توصل محمد الشناوي زي ما قلت لحضراتكم هنستعرض معاكم بروفايلات أهم وأكتر مفاتيح لعب فرقة الدحيل والبداية مع الداهية البرازيلي إدواردو أو المشهور طبعا بدودو زي ما حضراتكم شايفين مركزه في وسط الملعب عنده 29 سنة جنسية برازيلي لعب 15 مباراة سجل فيهم 10 أهداف وقدر يعمل 8 أسست أو 8 صناعة أهداف هو الحقيقة من أكتر اللاعبين تصويبا على المرمى 54 تصويبا منهم 29 بين 3 خشبات التمريرات الصحيحة نسبتها 563 تمريرة بنسبة 81% دقة تمريرات المراوغات 104 منهم 68 تمريرة صحيحة التمريرات البينية الصحيحة 18 أكتر لعب عمل تمريرات بينية الحقيقة ما بين أنه هداف وصنع علعاب أعتقد أنه إدواردو يمكن يكون أخطر وديك حرية تختلف أنا بأشوفه أخطر لعاب يتحيل هو أعلىهم في القيمة التسويقية وأعلى صفقة موجودة في فريق الدحيل لكن أنا شايف كمان أنه اللي يلعب على لعيب برازيلي زي ده وبالسرعة وهو عنده السرعة كمان عالية جدا اللعيب زي أكرم توفيق لأنه في وقت من الأوقات تبقى محتاج لعيب عنده الباور ولعيب فدائي في الملعب هو أكرم بيتمايز بكل ده ممكن أكرم من أول ما خرج إعارة لنادي الجونا ثم لعب بطولة قوم أفريكة تحتلاتة عشرين سنة الحقيقة أثبت أنه هو لعيب عنده باور ولعيب يتحمل مسئولية على أرض الملعب يتقدر تعتمد عليه ولما هتديله المهام الدفاعية هيقدر يقديها على أحسن وجهة وأعتقد أنه أكرم ممكن يوم بيتدور ده بشكل هائل جدا تمام طيب هنروح للعيب الثاني إدميلسن بلجيكي ولكنه برازيلي الجنسية وأنا بشوفه الأمهر يعني إذا كان إدوارد هو الأخطر فأنا بشوف إدميلسن حقيقة الأمهر لعيب كورالي ستايل عنده قدرة كبيرة جدا على المراوغة ستة عشرين سنة جنسية برازيلي وإن كنت أعتقد أنه يعني برضه مش متأكد هو بلجيكي وبرازيلي ومجنس ولا هو أساسا برازيلي لعب 11 مباراة سنجل عشر أهداف صنع أربع أهداف هو ثالث لعب في صناعة الأهداف الفريق عنده برضه مهارة التصويب على المرمى التمريات الصحيحة بتاعته تتميز برضه بالدقة 78% أعتبرها نسبة عالية مراوغات صحيحة 62 مراوغة منهم 45 مراوغة سليمة والتمريات البينية 8 وعرضيات طبعاً هو بيلعب في مركز الجناح الإيمين والحقيقة يمكن لعب أكتر من 64 كرة عرضية وهو بيعتبر أكتر لاعب إمداداً وأنا أعتقد دي هتكون واحدة من أهم محاور لعب التحيل لأنه عنده طوال القامة وأهمهم طبعاً أولونجا اللي هنتكلم عنه أولونجا ومعزة كمان ومعزة طبعاً يعني الاثنين أطوال ده لو ابتدى بالاثنين لأ ما أعتقدش نبدأ بالاثنين لأنه حتى هو بيلعب أربعة دنين ثلاثة واحدة أربعة إلى أقرب أولونجا من وجهة نظرك أعتقد أنه أولونجا ممكن يكون لأن أولونجا كمان أكتر يعني أكتر احتكاكاً بالمستوى ده أكتر من معز لأنه كمان معز هو معز سوداني مجنس ومعز أظهر يعني شخصية جيدة وأدى أهداء كويس في بطولة أسيا وكان هداف ولفت الأنظار وكده لكن خليني برضو أقول لحضرتك أنه المستوى لإحتكاك مختلف أنك تبقى مقضي عمرك كله في المدوري المحلي هناك مش بتكتسب كل الخبرات اللي أنت محتاجها علشان توصل للطوب ليفل اللي الناس متخيلها وبالتالي أنا شايف أن أولونجا هيكون هو يعني الأقرب للبداية أمام النادي لها طيب خلينا نتكلم على إيد ميلسون بقى إيد ميلسون شايف أنه مهاري وعنده سرعة هي السرعة مش عالية قوي عند إيد ميلسون مش زي إدواردو يعني إيدواردو سرعته عالية أكتر من إيد ميلسون بكتير إيدواردو ده بيفكرني بنسخة مصغرة من ديجو كوستا بحسه كده نفس ستايل لعبه ونفس التاكوين البيسمالي لا بس أطيب من كوستا كتير بس أطيب أطيب صبعا أطيب من كوستا كتير لكن أعتقد أن إيد ميلسون برضو من العناصر اللي في النادي الأهلي ممكن توقفه مع علي معلوم معلوم اشتغل عليه طول الماطش ما أعتقدش أنه هيبقى بنفس الخطورة اللي بيقدر أو الأرياحية اللي بيقدر يلعب بها في الدوري القطري فأعتقد أنه لا بالعكس يعني هو ما فيه شك أنه لعيب كويس لكن أعتقد أن علي معلول عنده من الخبرات الدولية كمان اللي تطيح له أنه هو يحكم السيطرة عليه نروح للمعز المعز طبعا من أصل السوداني ولكنه مجنس مركز مهاجم عمره 24 سنة مهاجم صغير في السن عدد المطشاط خمستاشر مباراة سجل ست أهداف وبيعتبر تاني لعف الفريم من ناحية تسجيل أهداف صناعة الأهداف خمسة وهو برضو في مركز تاني التمريرات مش نسبة عليه قوي زي إدواردو بطبيعي لأنه ده راس حربة صريح التمريرات الصحيحة 228 بنسبة دقة 77% والمروغات 20 مروغة ما عندهش المهارة قوي لكنه قناص عنده تمركز على مستوى علي جوه على الصندوق وعنده فكرة الفينيش من لمسة واحدة برضو أعتقد واحدة من أكتر حاجات اللي بتميز المعز هو معز تقدر تطلق عليه أنه وسائد أخطاء يعني معز ما تغلطش هو موجود في الصندوق تغلط على طول بتعويل يسجل أهداف وبالتالي فوآن الدفاع النادي لأهلي والتركيز أعلى معدلات التركيز هالي هتفرق في حتة الرقابة لو معز بيلعب لو أولونجا بيلعب هو في الحالتين صحيحك لياسر وبدر بكرة إن شاء الله لو بدر بإذن الله أنه هم يبقوا مركزين مع بعض أو أيمن وبدر يعني أنا مش عارف بكرة مين ممكن يبتدي بصراحة خط الدفاع لازم يبقى أولا هم قريم بعض كلهم لعبة بتلعب مع بعض بقالها فترة طويلة وحتى اللعيب اللي بيدخل مكان لعيب هم على نفس المستوى تقريب لكن أنا أعتقد أنه الدفاع محتاج شوية حتة التركيز يكون في أعلى مستويته وإنه يكون التواصل ما بين الدفاع كمان وما بين حرس المرمى وده أهم حاجة لأنه أحيانا أخطاء الكميونيكيشن دي في الملعب ما بين الدفاع وما بين حرس المرمى ممكن تعمل مشاكل التركيز هو اللي بيفرق طول ما يت شفناها مبارح بالظبط لا شفناها مبارح شفناها مبارح ويعني بشكل واضح قوي بزبط فأعتقد أنه هو ده النصيحة الأهم لكن حتة الالتحامات وحطة أن أنت ما تديش فرصة للعيب يستلم والحاجات النمطية اللي احنا عارفينها بتاعة الكورة دي أعتقد أنه في الماتشو ده هيتبقى الدفاع النادي لأهلي برضه هيبقى فقاة على مستوياته أنا متأكد الأجناب أم العمق يعني إيه اللي علينا أن احنا نعمل حسابه أكتر يعني من طريقة لعب الأطراف الأطراف طبعا بيلعب بتلاتة والتلاتة بيتحركوا على الأطراف والعمق طبعا بالتأكيد أو بيبقى فيه كور لكن هو الأطراف عنده سواء من الناحية اليمين أو الناحية الشمال بيشتغل سواء دودو سواء ادميلسون التحرك حتى الرأس الحرب واللي بيقى معهم أو الرأس الحرب الوهمي اللي هيكون موجود كمان إذا هو لعب بفكرة الرأس الحرب الوهمي فلا هتبقى مشكلة الأطراف أكتر منها العمق طيب دي اللحظات اللي بيوصل فيها نجومنا ده أطوبيس الفريق طبعا لمقار التدريب أو ملعب التدريب يعني شايف كابتن محمود الخطيب كمان الحقيقة ليس سايب البعث موجود مع البعث في كل حتة أه كل الأخبار الحقيقة الرجل يعني في لحظة بلحظة مع الفريق وأنا بيتهيألي الحقيقة الدور ده اللي بييقوم به كابتن محمود الخطيب واحد من الأسباب اللي قدت لتتويج الاهل بالثلاثية الدعم المعناه واللي بيقدمه كابتن محمود للفريق الحقيقة ليه دور كابتن سمير عدلي ربنا ادي له الصحيح. طبعا ربنا ادي له الصحيح. الحقيقة اللي يعني انا بسعد بوجودهم ولما تشوفوا تفتكر الزمن الحلو في الكرة في مصر وفي النادي الاهلي. اه اه زمننا ايهاب الخطيبة اهو على قدامنا كابتن شناوي. ربنا احميه. مهندسة حنان الزيني برضو. طبعا. يعني كل عناصر منظومة النادي الاهلي بتشتغل لهدف واحد. انا اتمنى كمان انه ربنا يكلل المجهود ده كله. بنتيجة الايجابية بكرة ان شاء الله. اه بالمناسبة اتبسطت من انترفيو مبارح لباسكالة سوبر بيرلر هو السفير مدحف الفيفا وحارس مارما سويسرا. طبعا. لما تكلم على كابتن محمود الخطيب. تيشرت الاهلي وتوقيع كابتن الخطيب. وقال انه هو في النهاية الخطيب ده اسطورة. مش بس في النادي الاهلي دف افراقية كلها وعلى مستوى كرة القدم. من هنا بتيجي القيمة ومن هنا انه لما يبقى هو رئيس بعثة النادي الاهلي. في كاس العلم للاندية والفيفا بيطلب التيشرت النادي الاهلي موقع منه. اعتقد ان ده تكريم صغير من الاتحاد الدولي لمجهود النادي الاهلي كله. تكريم صغير ولكن ليه دلالة كبيرة جد. او دلالات الحقيقة كبيرة جد. لا كتير. دلالات كتير لانه انت اول نادي عربي يتحطي التيشرت بتاعه في مدحف الفيفا. ممكن كان موجود التيشرت محمد صلاح في وقت من الوقت كان عربي عن العرب في كرة القدم. لكن الاهلي حاجة تانية. نروح لويز سيرا سريعا جدا لعب خاصة الخبرة هناك. اه واحد من عناصر الخبرة في فريق الدحيل برازيلي برضو. بس كبير في السن شوية اتنين وتلاتين سنة. لعب عام تلاتاشر ماطش. طبعا من ناحية الهجومية عنده مش على نفس قدر السؤولاسي او الرباعي اللي تكلمنا عنه. ولكنه احد عامدة الفريق من ناحية الخبرة طبعا نتكلم على عيب عمره اتنين وتلاتين سنة وصاحب مشوار طويلة. بالضبط هو كمان معهم بقابلوا فترة طويلة وفي نفس الوقت اه يعني هو اسمه لويز كارلوس والشهير بالسيارة واللعيب من العناصر اللي هم بيعاولوا عليها نقل خبراتهم للعيبة اللي موجودة في الملعب. نعم. موجود اه اعتقد سابر لاموشي بيثق فيه وبيديله اه يعني فكرة قائد الفريق برضو دي بتفرق قوي. اه لكن انا شايف انه من نققة ضعف فرقة الدحيل انه يقدر اللعيبة بتاعتنا سواء شريف سواء طاهر اه والتر بواليا لو في الملعب مروان محسن لو في الملعب مش هيبقى زي ما يعني هو مش 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 اللي تقدر انت تخاف منه اه يعني ده من العناصر اللي اه تقدر انت تشتغل عليها وتلعب عليها علشان تقدر انت كمان تستغل اخطائه اه بالمناسبة هو برضو حركته مش ميعندوش السرعة اوي لكن اه اعتقد انه الاهلي يقدر يشتغل عليه كويس اوي في المباراة. طبعا دي اللحظات استعداد طبعا قبل نزول الملعب عشان اجراء الاحماق كهربا اه هاني مروان افشة اه مصطفى شوبير واكرم توفيق. اكرم توفيق ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. طبعا الروح في اه اعلى مستوياتها اه ده اكرم وحيد اتقد اه. وحيد جنب منه عجيه. والتر بواليا. اه بواليا محافظ كويس ان لبس المسكو جهور خلال ملابس. كل التوفيد رجالتنا بكرا ان شاء الله هاني. اه كله ليه دور. يعني اللي حداشر اللي هيبتدوا واللي موجودين على الدكة واللي برا القايمة. كله ليه دور مهم جدا وليس جدا. نختم مع حضراتكم باولانجا. والانجا الحقيقة انا بشوفه مهاجم خطير. مهاجم نموذجي. احنا هنستعرض مع حضراتكم جزء من اهدافه الرجل الشترك في تمانية عشرين مباراة. هو جام الدوري الياباني من كاشيما على ما اعتقد. اه لعب معهم تمانية عشرين مباراة جاب تلاتين جول. عشان كده يمكن هنالد لحضراتكم جزء من اهدافه. اه 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 خطورته ترشح من يلعب على اولونجا بشكل مباشر اه عمر. وايه نصيح لتدهيله. انا مهاجم طويل القاوة. اه سريع جدا. اه بيلعب رجليل اتنين وبيلعب براسه كواس جدا. اه زي ما بقولت قدراته التهديفية في دوري قوي. ما اعتقدش ان الدوري الياباني ابدا ضعيف. كانت عالية اوي. فبالتالي انا بتهالي هو يمكن يكون مصدر الخطورة الاول في مباراة بكر. اه بتأكيد مهاجم يعني زو كدره لانه هو بيلعب برجليل اتنين زي بعض بالزبط. وفي نفس الوقت كمان عنده قوة بدنية عالية اوي. هو كيني الجنسية بالمنازم. هو هو كيني. وفي نفس الوقت اولونجا من العناصر يعني بيعاولوا عليها قيادة الهجوم. واعتقد انه كمان فكرة انه عنده الباكجراوند بتاعت اللعيب الافريقي اللي هيقدر يهد في الدفاع ويسجل اهداف ويصطاد اخطاء. يعني قدرته عالية. لكن انا شايف انه الدفاع الدفاع النادي الاهلي سواء هيلعب ياسر ابراهيم هيلعب عليه هيلعب عليه حد تاني. هو ما اعتقدش انه يعني ايمن اشرف. هو ياسر يا بدر. لكن بدر الحد دلوقتي اعتقد لسه. طبعا. ما حسيمش موقف مشاكته بكرة ان شاء الله. اه. لكن انا شايف انه هو واحد من الاتنين هييلعب على هولونجا لانه هيحتاج برضو حد يكون في نفس الخطورة. انا شايف اه برضو عشان يعني تبقى الامور راضحة. في المساحات. الرجل عنده في المساحات اه خضرة كبيرة جدا على التحرك اه وراء خطوت الدفاع والاستلام والسرعة والفيش يعني اجلب اهدافهم ممكن من لمسة او لمستين. اه 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 اه- ماتش بكرة مش هيبقى ماتش مساحات هتلاقي الخطوط متقربة في الفرقتين مش همفيش حد ماتش موكاوت عمر محد هينزل وهو فاتح الملعب قوي ولا حد هينزل يغامر لكن في النهاية يبقى في مرحلة جس نبض خطوط قريبة اللي هيقدر يخطف بمهارة فردية او بكرة سبتة بدري هتفرق معاه اللي باقي المباراة وهتغير شكل المباراة لكن في النهاية انا شايف ان الحزوز ان شاء الله افضل للنادي ده اتمنى ده يعني اتمنى قبل حضراتكم يوم السبت هنا ان شاء الله واحنا بنتكلم على استعدادات فرقتنا لمواجهة باير ميونيخ المهم نركز فيهم الوراة بكرة وكل التوفيق ان شاء الله بازن الله لنجوم النادي الاهلي في بداية انطلاقة مشوارهم في المونديال بشكرك عمر شكرا جزيلا على وجودك معنا شرفتنا وقفتنا كالعادة شكرك وبشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل بعد مطش الدحيل وان شاء الله بازن الله نبارك على حضراتكم بفوز النادي الاهلي تحياتي لحضراتكم